النهاردة حلقة يتحكي أن حلقة مختلفة شوية طبيعة حلقتنا اللي تعودتوا عليها مننا من بداية برنامجنا كان هدفنا في الأول أننا نشجعكم على الإراية ونساعدكم على أن تكون الإراية جزء من حياتكم لأنه بجد جزء كبير جدا من تكوين خبراتنا، تكوين تجاربنا بيكون من الإراية، تجارب وخبرات الآخرين وكمان معارفنا بتتشكل من الإراية في موضوعات جديدة ومتنوعة أحداث يمكن لعشناها ولا شفناها ولأن أنواع القراءات والأدب اللي بتقدم للقراء الحقيقة دلوقتي بقت كتيرة جدا ومتنوعة جدا عايز أقول لكم أن أدب السيرة الزاتية يمكن من أكتر الكتب الملهمة اللي ممكن نقراها سواء اللي كتبها أصحابها أو أشخاص تانيين كتبوها عن أصحابها في الآخر الحقيقة أن النوع ده من الأدب بيوفر لنا تنوع حرية اختيار أشخاص مؤثرين في مجالات مختلفة الحقيقة أنه الإراية بجد كنز كبير جدا بنقدر من خلاله ونستفيد من تجارب شخصيات كانت جزء من حياتنا كان لها دور كبير جدا في علامنا ودايما بيكون القارئ عاوز يعرف أكتر عاوز يعرف إيه الصعوبات اللي وجهتهم عاوز يعرف إزاي قدروا يتغلبوا عليها كمان أهم الأحداث في حياة المشاهير الأسرار الخاصة سر النجاح أو الشهرة الحقيقة كمان أنه في الفترة الأخيرة زاد الاهتمام بالنوع ده من الأدب بشكل كبير جدا اللي هو أدب السيرة الزاتية وخصصت بعض دور النشر ساحات كبيرة جدا هذا النوع من الأدب وأصبح من الطبيعي وجود كتب لسير بعض المشاهير الراحلين سواء كانوا مثقفين سياسيين فنانين المهم أنه إحنا الحقيقة حاولنا كمان نعرض لكم خلال حلقاتنا في وحكى أنه يمكن أكتر من مرة كتب عن السيرة الزاتية لشخصيات مهمة في مجتمعنا زي مثلا السيدة أم كلصوم زي مثلا الفنان إسماعيل ياسين ومع انتشار أدب السيرة الزاتية ارتبط كتير جدا من الكتب السيرة الزاتية بمشكلات بتظهر أحيانا في مجتمعنا ظهرت في الفترة الأخيرة قررنا معاكم النهاردة في يحكى أننا أننا نفتح ملف مهم جدا وهو ملف أدب السيرة الزاتية ويكون معانا ضيوف متخصصين يساعدون أننا نقدم لكم وجبة دسمة النهاردة في كلامنا عن أدب السيرة الزاتية هنكون معاكم في رحلة داخل عالم أدب السيرة الزاتية هنتكلم عن قواعد الكتابته هنتكلم عن المشكلات اللي ممكن تكون موجودة فيه هنتكلم أكتر بالتفصيل عن الموضوع